معنا خبر عاجل، خبر مهم طاكم تحكيم مباراة القمة في السوبر المصري هو طاكم تحكيم برتغالي لهذه المواجهة تم الاتفاق معاه خلاص وهيبقى هو طاكم التحكيم الرسمي لهذه المواجهة طاكم تحكيم بقيادة فابيو فرميسيو فرسمو فرسمو هو لأسف حكم مش مشهور وهفهمكم ليه مش مشهور فابيو فرسمو ده الحكم البرتغالي لهيدير مباراة القمة ان شاء الله 39 سنة دولي من 2015 327 مباراة درها 1681 بطاقة صفراء 55 بطاقة حمراء مباشرة بطاقة حمراء بعد انذارين 56 واحتسب 102 ركلة جزاء يعني السنة دي ما عندوش مباريات كبيرة ومباريات مهمة مباريات يعني في دول المؤتمر الأوروبي مباراة في الدوري السعودي مباراة في دول الأمور الأوروبية ما عندوش يعني مستبيه قوي جدا كمدرب ولكن أكيد مدرب محترم ان شاء الله ويدير هذه المباراة بشكل رائع طيب من المساعدين مساعد أول برونو أليكسندر ومساعد ثاني بيدرو نونو وحكم رابع تياجو جوزي وفي الفار إفاليو إفانوفيتش ومساعد حكم فار هو دراجنوف ديمدروف دول طاكم حكام هذه المواجهة طاكم تحكيم برتغالي بسناب طوالفار يعني ولكن طاكم تحكيم الساحة هو طاكم تحكيم برتغالي ده خبرنا في رقم عشر خبر عاجل منذ لحظات تم الاتفاق على هذا أو طاكم التحكيم هذا لهذه المواجهة